السلام عليكم كيف نحسن باستمرار؟ هذا العالم الأمريكي يعتبر واحد من أهم أسباب تفوق اليابان بعد انهيارها في الحرب العالمية الثانية يعرف بالأب الروحي للجودة إدوارد ديمينغ وليه الفضل الكبير في نجاح شركات كبيرة مثل تويوتا وجنرال إلكتريك مستر ديمينغ يقول أن هناك أربع خطوات للتحسين المستمر تعرف بعجلة الجودة أو عجلة ديمينغ وهي خطط، نفذ، تحقق، صحح plan, do, check and act متى نستخدم عجلة ديمينغ أو عجلة الجودة؟ نستخدمها لتحسين العمليات والمنتجات والخدمات بطريقة منظمة ومنهجية بحيث نركز على التحسين المستمر على أي نوع أو حجم من الأعمال على سبيل المثال لما نبدأ مشروع جديد، تطوير وتصميم جديد للمنتجات والخدمات، تحديد خطة عمل وتنفيذها، حل المشكلات، تغيير وتنفيذ في أي خطة موضوعة سابقا وتعالوا نشرح الأربع المراحل مع الأمثلة وركز معايا لأن هذا الشرح مع الأمثلة ممكن ما تحصله في الكتب في هذه المرحلة يتم وضع أهداف ذكية وعشان نحقق الهدف لازم نحدد إجراءات وأنشطة مناسبة لتحقيق الأهداف الموضوعة ووضع معايير لقياس الأداء خلونا نفترض أنه في أحد الشركات عندها مشكلة في معدل ارتفاع دوران العاملين وطلبت الإدارة من الموارد البشرية وضع حلول الموارد البشرية وضعت هدف أنه ستقلل معدل دوران الموظفين بنسبة 10% في الربع الأخير من العام الحالي من خلال الإجراءات التالية عمل مقابلات بصفة مستمرة مع الموظفين والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم تقديم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين إنشاء بيئة عمل إيجابية وبكذا عرفنا المشكلة وحددنا الهدف ووضعنا مجموعة من الإجراءات وننتقل للخطوة الثانية نفذ في هذه المرحلة ننفذ الخطط الموضوعة من خلال تطبيق الإجراءات والأنشطة اللي حددناها في المرحلة الأولى مع تسجيل النتائج وعمل تقارير تثبت عمليات التنفيذ تحقق في هذه المرحلة يتم مراقبة وقياس الأداء الفعلي بناء على المؤشرات اللي حددناها في المرحلة السابقة ومدى التقدم الحاصل وهذا يتم من خلال جمع البيانات وتحليلها ومقارنتها بالأهداف الموضوعة هل بالفعل تم التعرف على احتياجات ورغبات الموظفين؟ نعم هل بالفعل تم تدريب وتطوير الموظفين؟ نعم هل بالفعل تم تحسين بيئة العمل؟ نعم طيب هل بالفعل انخفض معدل دوران الموظفين حسب الخطة إلى 10%؟ لا انخفض إلى 5% فقط نيكس صح إذا تم اكتشاف في مرحلة تحقق أن هناك فجوة من الأداء الفعلي والخطة الموضوعة يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وحسب المثال 5% يعني فجوة الهدف كان 10% إذن لا بد من التعرف على أصل المشكلة قد يكون إن تعرفنا على رغبات واحتياج الموظفين لكن ما طبقناها بشكل كامل أو بيئة العمل تحتاج إلى تحسينات إضافية أو ممكن تعديل وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت وإذا عرفنا أن في أسباب أخرى نقوم بأعادة التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصحيح إذا تطلب الأمر وتستمر العجلة وإذا حققنا الهدف وصلنا إلى 10% نحسن مرة ثانية بوضع هدف جديد مثلا تخفيض معدل دوران العاملين إلى 50% ثم إلى 100% باختصار عجلة ديمينغ أو عجلة الجودة هي أداة تساعد في تحسين استمرارية العمليات والأداء مبنية على مفهوم التجربة والتعلم والتحسين في جميع جوانب العمل والإدارة إذا تحبت تعرف على كيف وضع الأهداف الذكية والوصول إلى أصل المشكلة تارك لكم الفيديوهات في الأسفل شكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر